السلام عليكم خوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا منسى وخوتنا اللي في الغربة مالله هاتريك ابليلي يسجل ثلاثية وهاتريك ضربة جزا مالله هاتريك لكن كلمة علمونا فيها جدودنا يقولك دير الخير تلقاه هذا الولد صراحة يعني ما شاء الله خدم على قبره والفاهم يفهم مكلاه نديله اشهاره اذا برافو بلايلي رغم ان معارض الشي اللي يسرى له والطريقة اللي حدثت له وان شاء الله ما تتعودش هذه الطريقة اللي سرى له وهروب والفريق متاعه الاهل السعودي ورغم اني مزلت في رأيي ومزلت في عندي موقف ثابت ما مغيروش بلايلي تمنيتو ونعاود نقولها للمرة الالف والمليون والمليار في اوربا انا صراحة رأييي نبقى ثابت مستوى الخليج يعني فرق كبير بين الخليج واوربا بلايلي حقيقة يعني رغم انه بدون منافسة بالتدريب مكان الشي يدرر فيه يلعب اللي كما نقول احنا في الحواري وفي اللي كارتي ويلعب عنده الريتم ابرافو ابرافو والله العظيم غير ابرافو من قلب ينقولها ابرافو برافو برافو صراحة برافو واللي يدير الخير يلقاه هذا وش نقدر نقوله بلايلي واللي يدير الخير يلقاه هذا الوليد داعي له والله غير داعي له ويستهر كل خير رغم اني مزلت نقولها ونعاود راني معارض معارضة شديدة جزائرين اللي يعبوه في الخليج الا ليمر مرحلة صعبة ولا نهاية المسيرة كروية انتاعه هذا كشي اخر اما ما زيت قادر تمد وتقدم الاضافة للمنتخب الوطني وزيت قادر تتحسن مستوى انتاعك مكانك اوروبا لكن ما يهمناش ليس راسرا ليس راسرا بلايلي هدف البطولة القاطرية مالله هاتريك مالله هاتريك مالله هاتريك هدف البطولة القاطرية كان في كارتي ويونطريني انا مش نشلس نقاس من قيمته بلايلي بالعكس انا قلته ونعوده بلايلي اوروبا اوروبا بلايلي مستوى انتاعه مليح حتي اللي ناس لي ضد بلايلي بس صح مستوى بلايلي مليح احنا عدرصارüne لعب فنان حبينا ا ver relief لو اكاد ammunition حتى الناس لي ضده احنا عدرصوا اراح بلايلي فنان بلايلي ما عندوش اللي لو يقودوا يسيروا مليح ورنت ينصحوا ولللل وش منكادرятно مليح يعني ما عندوش الناس لي محيطين به لينصحوا قادرني ينفجر في اوروبا صراحة موهبة كما هذا السيد كان ينطريني ويدرب ويلعب في اللي في اللي في كارتي هداف هداف البطولة القطارية برافو 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 من قلبي بلايلي اعمل بكثر كثر بكثر من طلع المستوى كثر من الاهداف ان شاء الله هنشوفوك ترجع المتخب الوطني ان شاء الله تكون منافسة انا وش نحب نحب المنافسة نحب ابراهيمي ينفجر محب الراحمة ينفجر ابراهيمي ينفجر براحمة ينفجر بلايلي ينفجر منتخب الوطني يطلع المستوى انتاعه هدا هو الهدف لازم كل لاعبين في في كل منصب لازم يطيروا لازم المستوى يطلع يطلع بالمنافسة برافو بلايلي والله غير داعي لك بلايلي روح يا بلايلي روح يا وليدي روح ان شاء الله ربي يفتع ليك روح وربي يفتع عليك ان شاء الله. ربي يفتح عليك وتسهل صراحة انت سهل. روح للمحرز. محرز اللي درت صورة بالامس وتكلمت على محرز مش هلنحكي على تألق انت وما تألق لي والهدف صراحة اللي رائع يعني بالنسبة لي المخالفة اه مخالفة باسم رقاف محرز يعني هذي مخالفة ماد اه محرز. صنع انتع محرز وخاصة الا بمحرز. مخالفة خاصة الا بمحرز. لكن انا نتكلم من شق اخر. من شق اخر اقويرو. وعلاقته برياض محرز. انا ما نحكيش بالامور الخصوصية. انا نحكي بالجانب الرياضي. الجانب الرياضي رياض محرز دخول اقويرو. الفرصة اللولة جنبه محرز. ومحرز يرفع ايده. اعطاها الزيتشينكو. الزيتشينكو ارمعها الاعلى المرمع. وبالتالي ضعت فرصة. ومحرز كان بجنبه. هذه الاولة. الثانية. الثانية محرز كان بجنبه. وفضل اعطاء الكرة الضبراين. والاكثر من هذا انه اللي شاف المقابلة. نحكي الناس اللي شافك مقابلة مليح. خاصة بعد دخول اقويرو. ملامح الوجه اقويرو مع محرز ما يتقابلوش. انا الشي اللي شفته. يعني لما نشوف اقويرو كأنه غضبان محرز. او كأن محرز عنده مشكلة مع اقويرو. وهنا بيته القاسيد. وهنا بيته القاسيد. لماذا? اه كل الغضب من بيبو غواردولا لما يضيع كرة ولا يضيع فرصة رياض محرز. مثل ما حدث بالمقابلة للامس. لما ضيع فرصة رياض محرز. وخرجت الكرة ست انطار لنادي اه ارسونال. غواردولا بقي لا منبهر يعني شوفه يمحرز ومستعجبه يعني بطريقة غريبة. بينما فودان يضيع السيرلينج يضيع لما لعبش بالامس. اه ضبراين يضيع. انا لا حدث. لماذا? لابنا احنا تكتولات. ولابنا مشاكل. ولابنا لكلان. فريق تكتولات انا هذا نسميه. لكن الشيء الملاحظ انه اه ارياض محرز مهما يفعل كينا نلاعبين ضده في الفريق. من بينهم اقويرو. اللي كانت علاقته رائعة مع رياض محرز. هو ومندي. مندي رياض محرز برناردو سيلفا كانوا دائما في قاعة تغيير الملابس دائما في الزهو. نحطانها بالدرجة باش نستفهم له. يضحكوه ويقصروا مع بعض هم يعني علاقتهم رائعة وممتازة. في غرفة تغيير الملابس. نعود بالذكر برناردو سيلفا رياض محرز مندي اقويرو. هذ من الرباعي كانت علاقتهم رائعة وممتازة. تقريبا مزالوا لكن العلاقة متوترة بين محرز واقويرو. وتبانت الناجاليا في المقابلة انتاع الباريحة. الشي يعرف اللاعبين انتاعوا. ويعرف العلاقة بين كل لاعب ولاعب. ويعرف هل صح يوجد لاعبين عند خصومات ولا عندهم مشاكل فيما بينهم. على بالو. بس صح لا يحرك ساكينا. بمن يضحي كورديولا بمن يضحي? اللي في بالكم هذ كهو. اضحي الا بمحرز. مقابلة ارسونالة باساسي محرز. اقويرو عاعد من اصابة. ما نقدروش اللومو لعاعد من اصابة. لكن اه بيبو كوردولا لكن بيبو كوردولا احتمالية كبيرة مقابلة نيوكاسل بنسبة كبيرة راح يريح رياض محرز كالعادة. مقابلة الكاراباو كاب ما عندهاش يعني ثقة الكبيرة واهمية بقادر ما هو مهم الدور الانجليزي مبتاز. لانا نفارق النقاط بديت وسع. اهلا 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 وبدأ اهلا تتقحقر نوعا ما فالترتيب. حبيت نعقب على الشي اللي صراع في المقابلة تاعة البارح رغم انه محرز تقلق فيها. لكن ما زالت وما زالتها كالتولات. وحاجة ما تغيرت. وكنت انا تكلمت عندي اكثر من شهر قلت ان شاء الله هنتمنى وشوفه تغييرات. لكن لا يوجد اي تغيير. ما زالت العصابة وما زالت تحكم وما زالت تكتلة تاعة ماشي السرسيتي تحكم. ما كان حتى اجي. حتى جديد. اجديد انه محرز ينتقل الى نادي اخر. ان شاء الله يكون في المركاته الشتوي. اقصى حد مركاته الصيفي. اتمنوا كل توفيق لرياض محرز وما ننسوش بليلي. فالاخير ملتقنا مع مزد من الفيديوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.